موسيقى الموجز الرياضي من القدس دوت كوم أهلا بكم أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن إقامة قرعة مصابقة دور أبطال أوروبا وبطولة الدور الأوروبي يوم غدا الجمعة في مدينة نيون الفصرية وستقام قرعة دور أبطال أوروبا في الساعة الواحدة بتوقيت مكة المكرمة فيما تقام قرعة الدور الأوروبي في وقت لاحق الساعة الثانية بتوقيت مكة المكرمة أعلن ريا المدريد الإسباني تمديد عقد لاعبه الفرنسي كريم بن زيمة حتى الثلاثين من حزيران 2019 وكان عقد اللاعب ينتهي مع النادي الملكي في 2015 إلى وأنه قبل الإعلان الرسمي عن التمديد كان هناك اتفاق شفهي على التجديد حتى 2019 أكدت وسائل إعلام إسبانية أن ريا المدريد توصل لاتفاق مع موناكو للتعاقد مع المهاجم راديميل فالكاو وأضافت أن المهاجم الكولومبي توصل لاتفاق على البنود الشخصية في العقد حيث سيوقع لمدة خمسة مواسم وسيدفع ريا المدريد حوالي 65 مليون يورو للضفر بخدمته وسيتم تقديم اللاعب في التاسع عشر من آب الجاري أكد مسؤول الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أنهم سيجتمعون بالمدرب جيراردو مارتينو ليعرضوا عليه تدريب المنتقب الأرجنتيني خلفا لمواطنه ألخاندرو سابيلا الذي اترك تدريب الفريق مؤخرا بعدما قاده للمباراة نيائية في مونديال البرادين أعلن الحاكم الإنجليزي هاورد ويب اعتزاله رسميا وقالت رابطة الدور الإنجليزي أن ويب سيصبح مسؤولا عن الإشراف على الإدارة الفنية لرابطة الحكام والمعايير التي تحكم الأداء في أرض الملعب وفي 2010 أصبح ويب أول حكم يدير نهائي دور أبطال أوروبا والمباراة النهائية لكأس العالم في نفس العام نهاية الموجز الرياضي شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس دوت كوم أدخلوا الآن إلى mail.alqds.com email القدس الإيميل العربي الجديد اشتركوا في القناة